زي مؤخرا لما عملين مسرحية اسمها سيل ده انتاج برضو حاجة حدث يعني دلوقتي انتاج وزارة التضامن مش انتاج وزارة الثقافة وكمان صندوق مكافحة الإدمان ان بقى فيه نسبة دخلت الإدمان في الجامعات فبحربه ده عن طريق الفن زي حملة انتقاء ومخدرات اللي كان عملها العلامي فدي استكمال النفس الحملة بس بشكل اخر ان احنا نعمل مسرحية وباللف نجوب بها الجامعات وده فكر مميز جدا يا سامح انه نتكلم في مسألة زي الإدمان بمسرحية بمسرحية احضرت ازاي للموضوع اشتغلنا على المسرحية احنا عرضنا في خمس جامعات والمشروع متوقف عشان الامتحانات لكن هو جاري بأمر الله حتى نشاط الصيفة هنعمله واللسانة الدراسية اللي جاية هنعملها وممكن ندخل بها كمان مدارس وكنا بنعمل بعض المسرحية درامية بس بنبين في خلالها في أثناء الدراما ومسرحية ميخيل رومان كاتب عظيم يعني ايه التأثير السلبي على المدمن عمل ازاي طب ايه أشكال الإدمان طب ايه العلاج بتاع الإدمان انت فاهمه قصدي وبعدين بنقوم عاملين حاجة لطيفة جدا بنعمل استبيان ورقة كده بنسأل بها بنوزع على المدرجات ما كنتش بعرض في مسارح يعني انا عرضت في مدرجات في جامعة اسكندرية جامعة قناة سويس جامعة بنها جامعة حلوان فكنا بنروح المدرجات ودي جرأة مش مننا بس من الفريق ان احنا مش عايزين مسرح يا جماعة ما يقدم ممكن يقدم في شارع انا عرضت في حوش مدرسة باعرض في قبرة باعرض في المسرح القومي اعرض في جامعة فدي ما عنديش خالص مشكلة فيها فده الدور الحقيقي للفن ان هو يروح يقدم الرسالة عن طريق الفن بتاعه احنا بيعرضونا دلوقتي الصورة دي من انا صح؟ احد المدرجات ده من قصر ثقافة تقريبا الجماعير والخدور واستقبلهم للاحداث الثقافية عايز اقول لك يا هدير ان اضعاف اللي بيبقوا برة اضعاف اللي موجودين جوا بيبقوا منتظرين ان يعني يدخلوا بتلاقي فيه عرض كانوا بيعودوا خلاص على حفة المسرح المسرح يشيل 800 ده بيتلاقي اكتر 900 ده اكتر بيبقى بنستخدم بمساعدة الامن بنستخدم الحتة الفاضية نحط فيها كراسي يعني لان هي خمس لالي ده مسرحية حلم جميل ده انتاج وزارة الثقافة ده اخر مسرحية لي وكان قبلها مسرحية المتفائل كان على المسرح القومي ودي حاجة كبيرة في السيفي بتاعي ان انا اشتغلت على المسرح القومي يعني اعرق مسرح في الوطن العربي